السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار فيما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية كيفما تنقولوا دائما الله احفظت البلاد هذه من كل شر إذن إخواني الأخوات كيفما لحتوا في العنوان في استدعاء دونيا باطما رفقت مجموعة من المؤترين الآخرين من طرف الفرقة الوطنية والقضية فيها إبعاد كل المؤترين من المناطق المتضررة بالزلزال فإخواني أخواتي عبدالطيف الحموشي مدير المديرية العامة للأمن الوطني كدخل وبشكل عاجل من أجل يعني إيقاف مجموعة ديال التجاوزات وأهم خطوة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني هي استدعاء دونيا باطما وهذه المرة حديثنا على دونيا باطما ما عندوش علاقة كيفما كتلاحظوا إخواني أخواتي بالملف ديال حمزة مون بيبي أو للملفات الأخرى المرتبطة بدونيا باطما فاستدعاء دونيا باطما هذ المرة جاء مواكبة لما ترصده المديرية العامة للأمن الوطني من أمور ومن أشياء يعني اللي كتسبب في واحد مجموعة ديال التجاوزات خصوصا بمناطق الدرر المتضررة من زلزال الحوز فالمديرية العامة للأمن الوطني إخواني أخواتي وبناء على معلومات اليوم قامت يعني باستدعاء مجموعة ديال الفنانين ومجموعة ديال المؤترين اللي يعني مشاول عين المكان بإقليم الحوز وبكل المناطق المتضررة واللي قدموا مجموعة ديال المساعدات في إطار يعني التضامن والحملة التكافلية اللي كتقوم بها المجموعة ديال الجيهات على رأسهم يعني المؤترين والفنانة وأيضا حتى الجمعيات ومجموعة ديال الشركات من القطاع الخاص فالمديرية العامة للأمن الوطني إخواني أخواتي قامت بهذا الاستدعاء من أجل يعني توضيح مجموعة ديال النقاط لكل هاد المؤترين اللي خلقوه يمكن نقوله هناك جانب إيجابي من دهاب ديالهم العين المكان إلى مناطق المتضررة كدنيا باطمة الأخت ديال ابتسام باطمة ابتسام بيوتي ومجموعة ديال المؤترين آخرين صحفيين إعلاميين يعني من كل الفئات ففعلا كنحض دور إيجابي اللي هو دور تضامني دور ديال المدلية المساعدة إلى إخواننا في الأماكن المتضررة بإقليم الحوز فهذا جانب إيجابي لكن هناك جانب سلبي اللي خل المديرية العامة للأمن الوطني أنها تدخل وتدخل بقوة وتقوم بهذا الاستدعاء يعني ديال هاد المجموعة من المؤترين وجمعهم في لقاء تواصلي مع المديرية العامة من أجل توضيح مجموعة ديال النقاط لأن المديرية العامة للأمن الوطني مسؤولة على الأمن لكن في الأحداث ديال الزلزال هي محتاجة أنه يعني ديال الجهد ديالها والمديرية العامة للأمن الوطني خاصة تركز على الإنقاذ وعلى أمور اللي كتهم وقد تدخل في هذا الاتجاه ديال الإنقاذ ومد المساعدات بينما أن هذا الأمر ديال سافر ودهاب مجموعة ديال المؤترين إلى ديال الأماكن كيفرد على المديرية العامة للأمن الوطني أنها تبقى مشغولة مع تأمين الحماية للدنيا باطمة تأمين الحماية السعيدة شرف تأمين الحماية الصحفي الصحفي اللي كين لمشوا والتمها تأمين الحماية لكل مؤترين يعني المديرية العامة للأمن الوطني زائد يعني الشكل يعني ديال التجمهر وأن الناس يعني كتجمع لهم وأنك توقع حد الفوضى وكتوقع مجموعة ديال الأمور هذا الشيء أبقار الجانب للناخص توفر لي من الحماية يعني هاي المؤترين وهذه الشخصيات اللي كيمشيوا كيفرضوا أو لا كيوليوا شاغلين الجهات الأمنية بتأمينهم فلهذا في المديرية العامة للأمن الوطني من بعد ما يعني صدرات مجموعة دي القرارات اللي يعني تاخدسها ويا قرارات عاجلة من بينها منع جمع المساعدات من الوصول إلى المناطق المنكوبة وأن يتم تخزين دياله في هذا المكان أيضا إخلاء المناطق المنكوبة من جميع الزوار الذين لا علاقة لهم بالمناطق يعني كل هاد الناس هادوا منهم مؤترين على رأسهم ماشي منهم على رأسهم مؤترين والنجوم اللي مشاولتما لأنهم خلقوا واحد البلبالة وخلقوا واحد الشوشرة وما تلوش يعني المسارح الأمنية مثل تشعارفة تقابل مسائل ديالتنظيم ديالإنقاذ وهذه الأمور أو أنها يعني توفر الحماية لهذه النجوم اللي مشاولتما أيضا يعني المديرية العامة فرضات أو لدارة المتابعة القانونية قررت أن نعدي المتابعة القانونية لكل ما نشر أو ساهم في نشر أو ترويج أخبار يعني اللي كاذبة أيضا يعني دارت يعني حتى المتابعة القضائية لأي واحد يعني كيمارس مهنة الصحافة بدون ترخيص لأنه أولينا كان شاهدوا يعني بالزاف ديالناس كيمشيوا كيخرجوا للشارع ما كنت تكلموش على الناس اللي كيشتغلوا يعني من أمور من داخل بيوتهم ولكن مني كتمشي للشارع وكتمشي الأماكن الأحداث وكتبدأ كتدير تغطية وانت ماشي صحافي فهنا كين وحد تجاوز القوانين ديالصحافة كين وحد تجاوز قانوني أو لمزاولة وحد الميدان انت ماشي مؤهل لي خصوصا أنك كتزوله في عين المكان في مكان الحدث فإخواني أخواتي فكيفما قلت هذه الاستدعاء ديال دونيا باطمة ومجموعة دين المشاهير كيدخل في إطار يعني يعني إخراج كل من لم ليست لهم علاقة يعني بالأحداث اللي كتوقع يعني في إقليم الحوز أنهم يعني يخرجوا من أجل يعني ترك الجهات الأمنية تنكب وتركز على الهدف الأساسي للرئيسي اللي هو إنقاذ الضحايا وتنظيم العملية ديال الإنقاذ وتقديم المساعدات فبالفعل مجموعة دي المؤثرين ومجموعة دي الشخصيات اللي ساهموا بمجموعة دي المواد الغدائية ومجموعة دي الأفريشة الأغطية الخيام لكن كيبقى أحسن طريقة للمساهمة هي أنك تساهم وتكون منظم كيف ذلك بحيث أنك يعني تمشي وتقدم هذه المساعدات للسلطات وتحطها في المخزن دي السلطات وتحطها يعني في أماكن المستودعات اللي مخصصة لذلك دون حاجة إلى الذهاب إلى عين المكان والدواوير ويعني هذا شيء كيخلق وحد يعني وحد يعني وحد الفوضى وكيخلق وحد وكيشطن كيف ما تنقوله بالعامية المغربية الجهات الأمنية اللي كيولي خاصها لزاما أنها توفر الحماية لهذه الشخصيات يعني كيف ما كنت قلتها سلفا الوقت اللي وقعت الزلزال قلت بأن كنشوف بأن هناك واحد الجو دي البهرجة ممكن أنه يؤثر على سير العملية دي الإنقاذ وكذلك حدث فهذا شيء اللي لاحظنا فليهدف المديرية العامة الأمن الوطني دخلت بكل قوة ديالها واليوم يعني وجهت هذا الإنظار هذا لكل هذه الجهات لكل هذه الشخصيات وهذه المؤثرين من بعد ما جمعوهم في واحد القاعة إخواني أخواتي واللي يعني طلقوا فيها التعليمات وطلقوا فيها التنبيهات وطلقوا فيها يعني الطريقة الصحية إلي أبغاوا يعني يقوموا بتقديم الدعم للإخواننا وأخواتنا يعني بالأقاليم المتضررة بإقليم الحوز وأيضا بجموعة هذه الأقاليم الأخرى تارودانت وغيرها من المناطق المتضررة إذا الإخوان والأخوات فليس هناك يعني لا يوجد شيء أو لا شيء يتير ضاشيج إلا وقت لقى فيه الإسم ديال دونيا باطمة على أي الإخوان والأخوات كان هذا هو سبب يعني قرار المديري العام الأمن الوطني وهذه الاستدعاءات اللي قامت بها دونيا باطمة ومجموعة دي المؤثرين ختاما نتمنى لكم تمام السحة والعافية وكيفما تنقول دائما الله حفظة البلاد هدي من كل شر وخير الختام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا